موسيقى السابع ونصف بتوقيت الجزائر التاسع ونصف بتوقيت القدس المحتلة نشأة الأخبار الرئيسية من الوطن الجزائرية والبداية بأبرز العناوية موسيقى تصريحات ساركوزي وصمت السلطة التحرش بالجزائرية لتحقيق مكاسب ظرفية ومنطق متجذر لدى المسؤولين الفرنسيين موسيقى متفليقة يغلق البواب في وجه مزراغ ويؤكد أن إجراءات المصالحة الوطنية ستنفت بلا أدنى تنازل موسيقى دوليا وفي فلسطين المحتلة تجدد الانتهاكات الصهيونية في حق الأقصى في ظل استمرار الصمت العربي والإسلامي الوريط موسيقى السلام عليكم تطرح التصريحات العنصرية الأخيرة لرئيسي الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تساؤلات إن كان هذا المنطق مناسباتيا لأغراض ضرفية ضيقة أم أنه متجذر في ذهنية المسؤول الفرنسي الذي يتعامل مع الشان الجزائري بعقلية المستعمر القديمة أو بعقلية المستعمرة القديمة في مقابل هدنة غير معلنة من طرف السلطة إذا كانت فرنسا في حاجة دائمة لخزائن الجزائر وثرواتها فهي في غنى عن الجزائريين الرغبين في الهجرة إلى بلاد الجن والملائكة بهذا المنطق الاستعلائي اختار نيكولا ساركوزي المدفوع بشغف جارف لقصر الإليزي العودة إلى مستنقع التصريحات الاسفزازية لرفع أسهمه الانتخابية في بورصة اليمين واليمين المتطرف في فرنسا تصريحات ساركوزية التي طالب فيها بإلغاء اتفاقية إيفيون لا سيما ملحقها الخاص بالمهاجرين الجزائريين بحجة أنها قديمة لا تشكل برأي متابعين صدمة جديدة بقدر ما تؤشر على منطق راسخ لدى الفرنسيين يجعل من الجزائر مجرد سوق استهلاكي أو توقى نجاة للشركات الفرنسية المفلسة منطق وإن ظهر في عديد المناسبات ودونها لا يبدو كافيا لكسر جليد الردود الجزائرية والتي ظلت دوما مهادنة وناعمة بانتقاء عبارات التي تسيء لمشاعر قاطني قصر الإليزي أو حتى من مروا من هناك يوما توقيت التحرش الجديد يؤكد أيضا أن الجزائر والجزائريين ليسوا طوق نجاة للمسؤولين الفرنسيين على الصعيد الاقتصادي فحسب فساركوزية الحالم بعباءة الرئيس مجددا يعي جيدا أن العلاقات الجزائرية الفرنسية أضعف من أن تقف في وجه تصريح كهذا ما يجعل من الاستفزاز أقصر طريق لمنصة الأضواء خصوصا وأن العقدة الجزائرية هي الوتر الحساس في برصة اليمين المتطرف الغريب في قضية التحرشات القديمة المتجددة هي مواقف الرسميين الجزائريين رئيسا وحكومة فرغم تمجيد باريس للاستعمار ورفضه الاعتذار أجيل تجريم الاستدمار عندنا والسبعد النائب المشوش كما السبعد وزير المجاهدين السابق شريف عباس من الوفد الرسمي الذي استقبل ساركوزي الرئيس ذات يوم إضافة إلى تأكيد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الاقتصاد هو قاطرة العلاقات بين البلدين ولا شيء سواه يبقى الأكيد أيضا أن ساركوزي وإن كان اليوم مجرد رئيس لحزب يميني فهو يعكس منطق تفكير أصحاب القرار الفرنسي وإن غلف هذا المنطق بعبارات دبلوماسية كلما وقف السلسة الفرنسيون أمام كاميرات القنوات الجزائرية عشية حلول الذكرى العاشرة للمصداقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية رد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليق على اعتزام عضو الفيس المحل سابقا بأن هجرات الوهام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية ستنفد بحذافيرها وبلا أدنى تناسل ويضيف بيان رئاسة الجمهورية لقد أخذت تتناهى إلينا الآن بعض التصريحات والتصرفات غير اللائقة من قبل أشخاص استفادوا من تدابير الويام المدني نفضل وصفها بالانزلاقات لكننا نأب إزاءها إلى أن نذكر بالحدود التي يجب مراعاتها والتي لن تتساهل الدولة بشأنها وليا التذكير فقد أعلن مدني مزرق في وقت سابق أنه يعتزم تشكيل حزب سياسي يضم مناظرين سابقين من الفيس المحل أصل صباحا اليوم أول فوج من الحجاج الجزائريين إلى مطار الجزائر الدولي هو ريبو مديان عبر رحلة الخطوط الجوية الجزائرية حيث عبروا عن ارتياحهم لعودتهم سالمين ومترحمين في ذات الوقت على رواح ضحايا تدافع منا وكل من توفي أثناء أدائه لشعائر فريضة الحج بالبقاع المقدسة وليا التذكير فقد ارتفع عدد ضحايا تدافع منا إلى تسع وفيات حسب وزارة الخارجية الجزائرية في السياق طمأن الهواوي زهير المدير والتجاري بشركة الخطوط الجوية الجزائرية طمأن الحجاج بأن الشركة على أتمل استعداد للتكفل الجيد خدمة الحجاج وتوفير رحلات العودة في أحسن الظروف قصد توفير الراحة لضيوف الرحمن الأساسية هي أن تقدم الخدمات بالمطار خاصة بشركة الخطوط الجزائرية بالنسبة للتكفل الجزائرية كما قلونا بشركة الخطوط الجزائرية والأخذ أيضا من الحجاج بشركة الخطوط الجزائرية بشركة الخطوط الجزائرية لأننا نعفوهم الحاجة عموماً إنسان موسين وبالتالي نقدم له خدمة إضافية نحصل الخدمة التعوى وعندما يكون في طائرة تكون الاستضافة خاصة بهم بأنهم ضيوفة وإن شاء الله نبغل كل مجهودات بش نتفادوا بهذه التأخرات وكما نقول لك نحمل كل المسافرين في صفة منظمة العادية إن شاء الله من جهة أخرى أعلن الهواوي عن جملة من التخفيضات الخاصة بأسعار تذاكر الرحلات الخارجية من وإلى الجزائر بدرت بها الشركة وهي صالحة إلى غاية منتصف شهر أكتوبر وهدف في ظل المنافسة وفي إطار تحسين وأسرانة الشركة دون شك تخفيض هذه المعمولة معمولة من شبكة دولية نحو الجزائر تقريب كل العواصم الدولية معنية بهذه التخفيضات لأنها مبتغمة منه وأنه تحفز المسافر والزابون على خطوط الجوة الجزائرية لكي يقتني تذكيره بصفة مسبقة ولو يكون يوم السفر يكون حوالي شعر أو شعرين بدون شك لابد تكون مبين أكتوبر أو آخر سبتمبر حتى 26 مارس أي رحلة نضبط نفسه بشي يذهب على رحلة مخصصة على خطوط الجوة الجزائرية يمشي على الأنترنت ولا يمشي لوكالة خطوط الجوة الجزائرية في موضوع آخر نضم عمال نظافة التابعين لشركة إكسترانات باشراغ وقفة احتجاجية عبروا فيها عن امتعاضهم من إدارة الشركة التي تستعمل سياسة التعصف معهم كما طالبوا بتوفير أبسط حقوقهم والمتمثلة في توفير الأمن والنقل وتسوية وضعية الأجور جلل بالحاجة هي وقفة احتجاجية أراد العمال من خلالها التعبير عن استيائهم من سياسة الإهمال واللا مبالاة المنتهجة في حقهم من طرف إدارة الشركة خاصة ما تعلق منها بتعليمة تقضي بتفريق ونقل العمال إلى ملحقات أخرى تسفل القرار الانفرادي اللي دارو سين الشاب هذا دار قرار انفرادي دارو وحده هو وجمعته دار قرار انفرادي في 24 ساعة أحب يحول المؤسسة الإكسترانات اللي شراء حاب يحولها لنا تكون بورتو احنا يران نسالوا دراهم اران نسالوا دراهم الترحيل اران نسالوا نسالوا باش نوميناسيون تعنا اتكون قل لك اصبروا عليا العمال هذو سكريفوا باش رفدوا شركة هذي شركة هذي كي جات ما كاتش عندها احتبالي موما نشحبين روحوا الباب الزوار ولا روحوا الحراش احنا اولاد شركة خدمنا هنا في شركة و احنا نرفدنا الشركة هذي احنا نقعدو هنا في شركة نعرفوا سيكتورتانا نعرفوا حياتاوانا نعرفوا كلش لو كلا باش دي باب الزوار ما نخدمش في باب الزوار هذو الحق وضعية مزرية جعلت العمال ينطفضون احتجاجا على ما آلت اليه ظروف العمل المزرية والتي امتدت لثنوات طوال فلا تأمين على حياتهم ولا بطاقة مهنية تثبت انتماءهم الى المؤسسة اختي هذي الشركة الاكسترانات منها اللي بدينا احنا لحق لأولو اختينا احنا اراني ديجار راني طحت ملكاميو اوقاسني ومازال ما اعطاولي حتى حاجة لا لا سينوس لأولو هذا ايه دواني نشري من عندي ما عندي لا تأمين لأولو ما عنديش كارتشيفة باش نشري مازال ما اخدموها لش كارتشيفة نص كبير تاني حاجة تاني حاجة لبسة الهندام انسان نص كبير نص عندو نص ما عندوش عندنا حاجة يتسلف معان صاحبه الصباط واحد ادا واحد مداش عندنا تاني الليصال وكاسيون تاني عندنا عامل حد الان مدينة ما بنى على والو خمس خطرات احنا نديرو في الملفات اعطيني الملف هك ملف هك ملف مكان والو حتى الطبيب قلت لما ملوح بتخدمتها في كاس بل راي يشوف لك بالي ولا يشوف لك عسى بوسط ذو كنا قلت المعليش معليش هانا عينية ذوك ملقى هانا منشوفش بيهم مزف والله منشوف بيهم مزف ننظر اي استرالية نبكي منهم في الليل بزيف يا اختي بزيف حاولنا التقرب من احد مسؤولي الشركة غير اننا قبلنا بالرفض لتبقى هذه الشريحة المهمة من العمال تعاني من سياسة الاهمال التي تنتيجها بعض المؤسسات في انتظار التفاتة حقيقية تصغي لانشغالاتهم الى قطاع الصحة حيث اكد وزير والصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف بوهران على ضرورة تكوين الاطباء العامين في شتى التخصصات لاسيما في طب النساء والتوليد على مستوى المستشفيات للتكفل الاحسن بالمرضى بعد ان قدمت له شروحات حول سير هذه الوحدة التي فتحت ابوابها مؤخرا اكد بوضياف على ضرورة اخراج الفحوصات المتخصصة الى العيادات المتعددة الخدمات للتكفل بالمرضى وتخفيف الضغط على المستشفيات وتطوير الصحة الجوارية في موضوع اخر كسر المخرج الجزائري مرزاق علواج قاعدة مقاطعة التظاهرات التي يشارك فيها الكيان الصهيوني وهذا باعلان المشاركة بفيلمه الجديد السيدة الشجاعة او مادام كوغاج في مهرجان الافلام الدولي بمدينة حيفا الفلسطينية المحتلة صبر نديب يشارك المخرج الجزائري مرزاق علواج في مهرجان الافلام الدولي بمدينة حيفا الفلسطينية المختصبة من طرف الكيان الصهيوني بفيلمه الجديد السيدة الشجاعة او مادام كوراج حيث سيعرض الفيلم بعد ترجمته نصيا باللغتين الانجليزية والعبرية في الفترة الممتدة بين 26 سبتمبر وخمسة اكتوبر المقبل وتأتي هذه المشاركة بعد قرابة اربعة اشهر على ادراج المخرج الجزائري الياس سالم فيلمه الوهراني للمشاركة في مهرجان البحر المتوسط لأسدود المحتلة من طرف الكيان الصهيوني وقام سالم بسحب فيلمه من انتاج مشارك جزائري فرنسي مرغما بعد تدخل وزارة التقافة واعقبه تصريح وزير القطاع الزدين ويهوبي بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يتم ولن يتكرره وسيحتكب المخرجون إلى قوانين رضعية مستقبلاً غير أن مرزاق علواش وبإعلانه المشاركة في مهرجان حيفا يكون قد أعلن تحديه للسلطات الجزائرية وأعلن ضمنياً التطبيع مع الكيان الصهيوني ثقافياً إلا أن وزارة الثقافة لم تصدر أي تصريح بخصوص مشاركة الفيلم الجزائري في المهرجان الذي يقيمه الكيان الصهيوني كل سنة يتكر أن فيلم السيد الشجاع قد استهلك ميزانية تقدر بـ 600 ألف يورو وشاركت في تبويله وزارة الثقافة الجزائرية ومؤسسات فرنسية وعلى الرغم من ذلك تحدى مخرجه مرزاق علواش السلطات الجزائرية وأعلن تمرده على خيارها المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل ويعد السيدة الشجاع فيلمه الروائي الطويل العاشر ويحكي لمدة ساعة ونصف قصة المراهق عمر الذي يعيش في أحد الأحياء الفقيرة في ضواحي مدينة مستغنم ويغرق عمر في الإدمان على نوع من الأقراص المخدرة المعروفة في أوساط الشباب الجزائري بالسيدة الشجاع لتأثيرتها على مدمنها وكان الفيلم الشهير عمر قتلاتو أول فيلم يخرجه مرزاق علواش سنة 1976 والذي قاده للشهرة ولقي استقبالاً نقدياً جيداً في المهرجانات أشرتنا مستمرة معكم مشاهدين من الوطن الجزائري وفيها محللون يؤكدون أن تعطيل موقف روسيا من الأزمة السورية دليل على قرب سقوط الأسد جيل يتحرر عنوان جديد للحراكة الطلابي بمصر تراجع إقبال المواطنين عن دور العرض السينمائية بين تقدم وسائط الأعلام والاتصال وواقع الثقافة في تونس وتتابعون الطفل جاكسون يتحدى الحياة بنصف جمجمة نسهل أخبارنا الدولية من فلسطين المحتلة حيث لا تزال المواجهات مستمرة داخل الحرم المقدسي بين المرابطين وقوات الاحتلال الصهيونية إذ تجددت اليوم تزامنا مع اعتفالات دينية يهودية وسط تباينات في المواقف الدولية عصم بجمع ثلاثة عشر مصابا هي حصيلة ما خلفته عن جهية الاحتلال الصهيوني اليوم في مواجهته مع المرابطين داخل المسجد الأقصى في عملية وحشية باشرها صبيحة اليوم الاثنين والتي تزامنت مع ما يسميه الصهينة بعيد المظلات أو سكوت عند اليهود والذي يستمر سبعة أيام ويعد من العطل التي تدفع عددا أكبر من اليهود إلى التوجه للحرم القدسي تحت حراسة أمنية مشددة وهو ما أشعل فتيل المواجهة المواجهات بين الشباب الفلسطيني المسلح بالحجارة قابلته قوات الاحتلال بأسلحة ودخيرة ثقيلة مستعملة للقنابل المسيرة للدموع والقنابل الصوتية ما سبب اختناقات وسط المحتجين خاصة في المصلى القبلي كما شهدت المواجهات اقتحامات مباشرة لباحات المسجد وانتشارا كبيرا لقوات الاحتلال واعتلاء أكثر من خمسة عشر قناصا سطح المصلى القبلي واضخلا ولأول مرة تروسا مدرعا إلى الساحة المسجد حسب ما أفادت به وكالة معانا الموقف الدولي من هذه الأحداث وكالعادة لم يخرج عن المألوف حيث عبر البيت الأبيض عن قلقه البالغ عما وصفها بأعمال العنف في القدس ودعا إلى ضبط النفس وهو بذلك يساوي بين الجلاد والضحية محمود عباس دعا للانتباه إلى ما يجري في المسجد الأقصى وتجنب خطورة تحول القضية من سياسية إلى دينية وكأن السياسة أنصفت عباس وأنصفت القضية الفلسطينية ليبقى المرابطون العزل يصارعون على عدة جبهات فهم في مواجهة مباشرة مع قوات الاحتلال ومواجهة المواقف الدولية الرسمية التي تخضع للوب الصهيوني وكذا مواجهة الصمت والخنوع العربي قال الجيش الأمريكي أن القائد في المعارضة السورية الذي سلم معدات أمريكية لجبهة النصرة التي تعتبر الجناح السوري لتنظيم القاعدة لم يكن بين القوات التي دربتها الولايات المتحدة ولكن بعض المسلحين التابعين له كانوا من بين تلك القوات وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية باتريك ريدر أن القائد المذكور كان من بين من تحرت عنهم الولايات المتحدة ولكنه عكس ما ورد في الأنباء لم يكن من بين من شاركوا في برنامج تدريب الأمريكي للمعارضة السورية نبقى دائما في سوريا حيث قال الدكتور عدنان بوش الناطق الرسمي باسم لجان تنسيق الثورة السورية في الجزائر والمغرب لقناة الوطن الجزائرية إن روسيا تشارك بأسلحتها وخبرائها في الحرب مؤكد أن إيران هي الخاسر الأكبر من أي حل سياسي للأزمة سندس ديرا بعد فشل كل الحلول العسكرية التي حولت سوريا إلى ساحة حرب محتدمة يبدو أن الحل السياسي هو الأقرب إلى التجسيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن بلاده لن تشارك في أية عمليات عسكرية على الأراضي السورية لكن مراقبين للشان السورية أكدوا أن روسيا تحارب في سوريا منذ أربع سنوات بأسلحتها وخبرائها مثلما صرح الدكتور عدنان بوش الناتق الرسمي باسم لجان تنسيق ثورة السورية في الجزائر والمغرب لقناة الوطن الجزائرية أولا روسيا تحارب في سوريا منذ أربع سنوات بوسط أسلحتها وبوسط خبرائها أما يعني من الناحية الميدانية كجنود مقاتلين لا أعتقد أنها ستتورط لأنها عارفة أن المستنطع السوري سوف يغرقها وسوف يخلق لها أفغانستان جديدة وأما بالنسبة للخبراء فقد تمقت الأدة خبراء حتى أسرهم وقد أظهرت بطاقاتهم الشخصية وبطاقاتهم العسكرية من قبل الثوار عدة مرات أما عن الموقف الروسي الذي تغير إلى تأييد بقاء الأسد لفترة فقط بعد أن كان في وقت سابق يرفع لبقائه في السلطة حتى بعد حل الأزمة فأكد عدنان بوش أن روسيا اقتنعت أن نظام الأسد آيل للسقوط ويهمها تكون لها حصة في سوريا الجديدة أما بالنسبة للمستجدات الموقف الروسي الموقف الروسي أصبح واضحا هو أنه أدرك أن نظام الأسد آيل للسقوط وبالتالي لا بد لروسيا أن يكون لها حصة في سوريا الجديدة وبحيث أن لا تترك الأمريكان ولا تترك حتى الإيرانيين ينفردون بحصص أو بمساومات آآ لأن سقوط نظام الأسد آآ أكيد لن يتم بطريقة عسكرية آآ وأنما بطريقة انهيار أولي آآ تتدلع فيه الدول إلى عقد مؤتمر ووضع خطة خطة سياسية انتقالية وهذا ما يحدث الآن في أروقة الأمم المتحدة من جهة أخرى وبعض تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال فيها إنه لا حل سياسيا قبل القضايا على ما اسماه الإرهابيين أكد المتحدث ذاته أن إيران هي الخاسر الأكبر إن تم توصل إلى حل سياسي إيران إيران هي الخاسر الأكبر من أي حل سياسي لأنه أي حل سياسي سينهي كل القوى المتدخلة وعلى رأسها إيران المتدخلة بشكل مباشر هذه واحد اثنين أن يخرج حزب الله غير منتصرا وبالتالي عدم بقاء النظام على شاكلته وعلى حالته وعلى شعاراته المزيفة ممانعة ومقاومة والكلام هذا الذي كشف من قبل كل الجماهير العربية من هنا يعني إيران ستكون الخاسر الأكبر بالحل السياسي ولعلمك يعني أن الروس يخشون أيضا من تغلغ الإيراني واسع بالتنسيق مع إسرائيل لأنه ليس خوفا من حرب من إسرائيل وإنما الخطوط الحمر المرسومة لإيران هي بالعراق فقط تحولت سوريا إذن إلى صحة اقتتال من أجل مصالح غربية وشرقية ولن يدفع ثمنها إلى سوريون الذين ينتظرون أن تضع الحرب أوزارها ليتوقف شلال الدم إلى جديد الأزمة اليمنية حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول محلي أن 27 شخصا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال قتلوا اليوم في غارة جوية على حفل زفاف في شمال غرب اليمن يتهاد فيما أكدت مصادر وإعلامية أن قوات المقاومة الشعبية مدعومة بطيران التحالف العربي تقترب من السيطرة على مأرب حنان جبار معارك الكر والفر لا تعرف لها نهاية نبدا في اليمن بين جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من جهة وقوات المقاومة الشعبية والجيش اليمني من جهة أخرى فالعاصمة السياسية والتاريخية لليمن صنعاء لا تزال تشهد احتداماً عميقاً بين الأطرف المتناحرة عليها أين ترتفع حصيرة القتلى في مختلف مناطقها بشكل لافت في الضل الحديث عن اقتراب طلائع قوات المقاومة الشعبية والجيش من العاصمة صنعاء إلى ذلك شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية مزيداً من الغارات على مواقع الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي صالح أخرها ثلاث غارات استهدفت مواقع الجماعة وقوات صالح في مدينة المخة السحلية ومزارع تستخدم التخزين الأسلحة في المنطقة وذلك مساء أمس الأحد غرب تعز هذه الأخيرة التي يزداد فيها الوضع سوءاً من خلال الحصار الخانق على الأدوية والمواد الغذائية ليصفر عن مجازر متكررة ضد المدنيين مصادر إعلامية أكدت أن قوات التحالف العربية أصبحت على مشارف سد مأرب مقاومة الشعبية مدعومة بوحدات من قوات التحالف من السيطرة على أجزاء واسعة من حمى المصارية غرب مأرب فيما تستمر المواجهات تحت غطاء جوي من مروحية الأباتشي وتمشيط مدفعي واسع من قبل قوات التحالف من جهة أخرى نقلت رويتلز عن مسؤول محلي وسكان أن 27 شخصاً على الأقل معظمهم من النساء والأطفال قتلوا اليوم في غارة جوية على حفل زفاف في شمال غرب اليمن وقال أحد السكان أن اثنتين عشرة امرأة وتمانية أطفال وسبعة رجال قتلوا في الغارة الجوية في مصر يعتزم طلاب مصر الرافضون للانقلاب تفعيل حراكهم داخل الجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد رغم تزايد الاستهداف الأمني ودعت حركة طلاب ضد الانقلاب في بيان لها جميع على الطلاب إلى المشاركة في موجة نضالية اسموها جيل بيتحرر وقال المتحدث باسم الحركة بجامعة الأزهر محمود الأزهري إن الحركة الطلابية هذا العام سيكون مختلفاً عن العامين الماضيين من حيث استراتيجيات العمل داخل جامعات فالنظام استوعب غباءه الأمني في التعامل مع الطلاب وأصبح ينتهج استراتيجيات مختلفة باستخدام تشكيلات من المخبريين السرين لتعقب قيادات الحركة وتسليم جامعات لشركات أمن خاصة تشهد دور العرض السينمائي بتونس عزوفاً من قبل المواطنين لسيما في الأونة الأخيرة رغم توفرها على نوعية أفلام جيدة بحسب متتبعين فإن سبب هذا التراجع يعود إلى تقدم وسائط الإعلام والاتصال الحديثة محمد فاروق طوالبيا تراجع إقبال المواطنين على دور العرض السينمائية بتونس ظاهرة ما فتأت تتصدر المشهد الثقافية التونسية في الآونة الأخيرة ولعل مرد ذلك حسب بعض المتتبعين للشأن الثقافي التونسي إلى سرعة الانتشار التي حققتها وسائط الإعلام والاتصال الحديثة حيث أدخلت السينما إلى البيوت لا أعلم فيه أقبال تقول لي لماذا كما قلت لك المثال اللي قول بيتو كنت نعمل بي أنبقوا سينما با بل نخرج من ديار نمشي للسينما مانتنا سينما هي كيفية شنو ساتليت لشان القنوات بزاف كيف يقولوا توفر نوعية الأفلام الجيدة لم يشفع لدور العرض كي تحظى بالإقبال المعهود وإن حدث فعلا فإن المقبلين يعدون على أصابع اليد الواحدة لقلتهم إلى جانب اختلاف نوعية الجمهور المقبلة على السينما مقارنة بسنوات خلت حتى لو تبقى أفلام ديكاليتي مفهم ماشا نقبل ووضع علش توى فاما شكون جيس الماء لكن السينما مش سينكو بوبا سلطان أقبل فاما شكون جيس الماء دي سينفيل مغرومي بسينما لكن لجيو تول السينما أقلية يتعدون على أصابع اليد المواطنون من جهتهم عللوا ذلك بطغيان ثقافة الشبكة العنكبوتية التي كفت المواطنة نزوله إلى السينما ما نمشيش في السينما على خاطر الانترنت تعاوض السينما دي جال أفلين يحبتوا فالانترنت قبل ما يجيوا في السينما دونك نيبا ما تهم فميش مشكتب فميش سبب ما نجيوا في السينما سوى البلاد تطوروا توليهم معنا ملانترنت نسيديات يخذوا فيلم حاذر من غير ما يبقوا يسنى فهل هي ظاهرة صحية للتقدم التكنولوجي أم إنه انعكاس لواقع الثقافة في تونس محمد فاروق طولبية قناة الوطن الجزائرية من تونس أخبار دولية أخرى في هذه المختصرات فاز الانفصاليون بأغلبية مطلقة في برلمان إقليم كاتالونيا بحسب نتائج رسمية غير نهائية ومعتبره تفويضا شعبيا للانفصال عن إسبانيا وحصل الانفصاليون إجمانا لاثنين وسبعين مقعدا من أصل مائة وخمسة وثلاثين في برلمان الإقليم وقال رئيس حكومة الإقليم المنتهية ولايته أرتور ماس وهو من مؤيدي الانفصال لقد قال الكتالونيين نعم للاستقلال اقترحت اليابان زيادة استثماراتها في إيران لتكون حافزا لها على تنفيذ الاتفاق النووي الذي أبرمته في جوليا الماضي مع الدول الست الكبرى جاء ذلك خلال اللقاء جمع بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك كما ذكر مسؤول يابانيين الجانبين وافقا أيضا على العمل المشترك إزاء التوصل إلى خاتمة مبكرة للمحادثات التي بدأت مؤخرا بالتوقيع على اتفاقية للاستثمار المتبادل بين الجانبين أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أن عدد الأستراليين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة في سوريا والعراق تضاحف خلال العام المنصر مستبعدة أن يواصل التزايد بهذه الوتيرة كما قدرت جولي بيشوب عدد الأستراليين الموجودين حاليا في العراق وفي صفوف تنظيم داعش وغيره من المجموعات الإرهابية بحوالي 120 وتشير التقديرات إلى مقتل حوالي 20 أستراليين أثناء قتالهم في صفوف تنظيم الدولة في سوريا والعراق شن مسلحون موالون لتنظيم الدولة هجوما واسعا على نحو عشرة حواجز للشرطة الشرقي أفغانستان وحضحيته شرطيا بينما شنت الشرطة الأفغانية هجوما مضادا قتل فيه 85 عنصرا من التنظيم وقال حاكم إقليم عشين حاجي غالب إنها المرات الأولى التي يشن فيها ناشطون من تنظيم الدولة هجمات منسقات على الشرطة في ولاية ليننجرار التي تعد إحدى الولايات الأكثر اضطرابا بأفغانستان ويوجد فيها مقاتل وطالبان بشكل قوي لكن مسلحي تنظيم الدولة بدأوا ينفسونهم السيطرة على الأرض نختم نشراتنا من التحدي فلا يوجد تقدم بدون نضال هو حال الطفل جاكسون الذي ينظل ويتحدى مرضه رغم صعوبته وللعلم فإنه كان يفترض أن يعيش أياما معدودات هكذا قال الطباء لوالديه قبل عام جاكسون الطفل الذي ولد بنصف جمجمة ودماغ اتفق عشرة الطباء على أنه لن يعيش لكن ها هو الطفل المعجز يحتفل بعيد ميلاده الأول بين والدين رفض إجهاضه عندما كانت الأم حاملا وللعلم فإن حالة جاكسون الطبية تصيب طفلا من كل خمسة ألاف مولود في الولايات المتحدة ونادرا ما ينجو المصابون بها لكن جاكسون بويل فعل ولم يقف الأمر هنا فقط بل قبل بلوغه العام بدأ ينطق بعض الكلمات ويقف على رجليها وهو ما اعتبره بعض الأطباء قدرة خارقة بالنسبة لولد بظروفه وعمرها ولله في خلقه شؤون إلى هنا مشاهدين ناتي وإياكم لختام هذا الموعد الإخباري وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها تصريحات ساركوزي وصمت والسلطة التحرش بالجزائر ريالية لتحقيق مكاسب ضرفية ومنطق متجدر لدى المسؤولين الفرنسيين متفليقة يغلق الأبواب في وجه مزاق ويؤكد أن إجراءات المصالحة الوطنية ستنفذ بلا أدنى تنازل دولياً وفي فلسطين المحتلة تجدد الانتهاكات الصهيونية في حق الأقصى في ضل استمرار الصمت العربي والإسلامي المريم لمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا على الانترنت الوطن ميديا دات كام كما يمكنكم التفاعل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب ألقاكم في مواعيد أخباري أخرى السلام عليكم اشتركوا في القناة